مزيد من المعلومات من مرسيليا خالد شقير مرسل قاهرة الإخبارية ينضم إلينا خالد مرحبا بك بداية ما المتوقع إذن ما شكل التظاهرات والاحتجاجات القادمة التي اتفقت حولها النقابات بعد الوصول إلى طريق مسدود ما بين الحكومة والنقابات نعم إيمان بعد التحية تظاهر الآن في منطقة جالفادوس وهي أرض رئيسة الوزراء إليزابيس بورن في هذه المنطقة الآلاف وبعد دعوة من النقابات العملية أو اتحاد للنقابات العملية هذه التظاهرة لم يعلن عنها ولكنها من ضمن التظاهرات التي التلقائية التي تقوم بالاعتراض على مشروع قانون التقاعد الحقيقة إيمان الإسبوع القادم والسادس من إبريل من المنتظر أن تكون هذه التظاهرة من أهم التظاهرات وبصفة خاصة أنها تأتي بعد يوم واحد من لقاء مرتقب ما بين الفيدراليات العملية وإليزابيس بورن في قصر ماتينيون تم الإعلان عنها هذه التظاهرة هذا الاجتماع أو هذا اللقاء عبرت عنه سوفي بنية وهي الأمينة العام الجديد للشغل التي خلفت فيليب مارتناز أنه لا بد من الاستمرار الحديث عن ملف التقاعد وأنه إذ لم يتم طرح هذا الملف سيتم عدم حضور هذا الاجتماع ولكن كل التوقعات بتؤكد أن هناك إضرابات وأن هناك تظاهرات مستمرة في الأفق وأن يوم الخامس هو يوم لقاء مع النقابات العملية وأن يوم السادس أي يوم الخميس القادم ستشهد المدن الفرنسية القبرى والمتوسطة الكثير من التظاهرات والاعتراضات وأيضا ما زالت النقابات العملية إيمان بتطالب باستمرار عملية الإضرابات التي تشمل كثير من القطاعات خالد الآن يبدو أنه ليس هناك مسترات قانونية للخروج من هذه الأزمة القانون تم الموافقة عليه هناك توافق في داخل الحكومة وفي داخل الأوساط السياسية الرئيس إيمانويل ماكرو يرى أنه مشروعه الرئيسي ومشروعه المهم الذي ينبغي أن يتم وفي نفس الوقت النقابات تتمسك برأيها وبمطالبها هل هناك أي مخرج أو مسارات أو اقتراحات قدمت لمعالجة هذا الموقف المشتبك في فرنسا؟ إيمان يوم الرابع عشر من أبريل هو موعد مهم جدا وهو الموعد الذي سيصدر في المجلس الدستوري قراره إما برفض مشروع قانون التقاعد أو إدخال تعديلات عليه أو إقراره وجميع المراقبين والمختصين بالقانون والمواد الدستورية يرون أن الاحتمال الثاني ألا وهو إدخال بعض من التعديلات على مشروع قانون التقاعد وإصلاح بعض من بنوده وذلك لإقراره هو الاحتمال الأرجح تبقى هذه الاحتمالات الثلاثة وتبقى الحكومة الفرنسية تراهن إيمان على موضوع الوقت هي تريد الدخول مع النقابات العملية لتهديئة الأجواء خلال هذا الأسبوع وبصفة خاصة أن الأسبوع القادم ستشهد بعض المناطق الفرنسية بعض من الأجازات المدرسية وأجازات الأعياد ولهذا بيتم توقيف بعض من المظاهرات هنا وهناك هي تراهن على عامل الوقت ولكن أيضا كانت هناك تصريحات مهمة من إليزابيس بورن رئيسة الوزراء لجورنال دي أست وهي تحدثت عن أن الحكومة الفرنسية بالفعل لم تنجح في شرح قانون التقاعد للفرنسيين وأن باب الحوار ما زال مفتوحا مع النقابات العملية